اشتركوا في القناة الجعفر يقول في ختام الجولة الخامسة من محادثات جنيف اننا اكملنا بكل الجدية والاحساس بالمسؤولية هذه الجولة لكن لم يتم تحقيق التقدم الذي كنا نتوقع اليه الجيش يستعيد السيطرة على بلدات بريف حما الشمالي ويكبد ارهابي النصر والعصابات التابعة لها خسائر كبيرة دول غربية تواصل دعم الارهاب في سوريا وتتحدث عن مواجهته اهلا بكم الى ملفات الرئيسية لهذه الليلة اختتام الجولة الخامسة من محادثات جنيف ودكتور بشار الجعفري رئيس وفد الجمهورية العربية السورية يقول انه لم يتم تحقيق التقدم الذي كنا نتوقع اليه وان اي حديث فرعيا يقتضي ان نتفق اولا على العنوان الرئيسي الجولة الخامسة من محادثات جنيف انهت اعمالها دون تحقيق تقدم ملموس بشأن السلال الاربع التي تم التوافق على مناقشتها الدكتور بشار الجعفري رئيس وفد الجمهورية العربية السورية الى محادثات جنيف عقد مؤتمرا صحفيا قال خلاله ان هذه الجولة بدأت على وقع هجمات بربرية على دمشق وريف حما والذقية وقد تمكن جيشنا الباسل والقوات الرديفة من صد هذه الهجمات هذه الجولة من جنيف خمسة قد بدأت على وقع هجمات بربرية وحشية على دمشق فشلت كما فشلت كل سابقاتها وهجمات اخرى على ريف حما وريف اللاذقية وقد تمكن جيشنا الباسل والقوات الرديفة والصديقة من صد هذه المحاولات الارهابية التي لم تؤثر على نهجنا في مكافحة الارهاب اينما حل وذلك حماية لشعبنا ووطننا من هذا الارهاب الدكتور بشار الجعفري اضاف اننا خلال هذه الجولة من جنيف خمسة قدمنا اوراقا عديدة للمبعوث الخاصة كانت اولها تتعلق بمكافحة الارهاب واننا قدمنا تساؤلات حول قضايا كان قد طرحها علينا المبعوث الخاصة قبل واثناء هذه الجولة خلال هذه الجولة من جنيف خمسة قدمنا على مدى ثمانية ايام اوراقا عديدة للمبعوث الخاص كان اولها ورقة تتعلق بمكافحة الارهاب وورقة مبادئ عامة للحل السياسي في سوريا هذه الأوراق تتعلق بإيجاد أرضية منطقية وطبيعية للبدء بقضايا الدستور وبالطبع خلال هذه الأيام الثمانية ناقشنا بالعناوين السلل الأربعة وهي الحكم والدستور والانتخابات والإرهاب كما أننا قدمنا تساؤلات مجموعة تساؤلات الحقيقة حول قضايا كان قد طرحها علينا المبعوث الخاص قبل وأثناء هذه الجولة الدكتور بشار الجعفري قال إننا أكملنا هذه الجولة من جنيف بكل الجدية والصبر والإحساس بالمسؤولية لأن دماء شعبنا تحملنا مسؤولية عظمى مشيرا إلى أن الانتقال إلى أي حديث فرعي يقتضي أن نتفق أولا على العنوان الرئيسي رغم كل ما سبق أكملنا هذه الجولة من جنيف خمسة بكل الجدية والصبر ومسؤولية أحساس بالمسؤولية لأن دماء شعبنا تحملنا مسؤولية عظمى بالدفاع عن البلاد ووقف سفك الدماء رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى محادثات جنيف أضاف أننا أجرينا مع المبعوث الخاص نقاشا بشأن السلة الأربع وأن الوفد كان يتوق لإحراز تقدم في هذه الجولة لكن ذلك لم يتحقق مسار الجولة الحالية وأبرز ما تمت مناقشته فيها أو فيما يتعلق بالسلال الأربع نستعرضه مع الزميل علاب خضر أهلا بكم شكلت السلات الأربع محور الجولة الخامسة من محادثات جنيف وذلك بعد أن تم الاتفاق على جدول الأعمال بنهاية الجولة الرابعة من الحوار وبدو الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري أكد على أهمية مناقشة السلال الأربعة بالتوازي إلا أن ما تعرضت له دماشق من اعتداء إرهابي يفرض إعطاء أولوية لمكافحة الإرهاب الوفد عقد عدة لقاءات مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا فيما تضمن اللقاء قبل الأخير إجابة الفريق الأممي عن بعض الأسئلة والاستفسارات التي طرحها الوفد كما تم استكمال التطرق إلى السلال الأربع وهي الحكم والتستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب جلسات المباحثات بين وفد الجمهورية العربية السورية وديمستورا كان قد قدم خلالها ورقة لمكافحة الإرهاب فيما تم بحث سلة الدستور خلال اجتماع وفد الجمهورية العربية السورية مع رمزي عز الدين رمزي نائب المبعوث الأممي حيث قدم الوفد ورقة مبادئ أساسية للبدء بشكل صحيح في أي حوار حول العماليات الدستورية الجولة الخامسة من حوار الجناب والتي انطلقت في جناب في الثالث والعشرين من شهر آذار أجرى خلالها وفد الجمهورية العربية السورية لقاءات مع جاناتي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسية وزير جيف فيرشنان مدير وكالة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك مع مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في جناب محسن نظيري السلال الأربع تشكل حسب ما هو متفق عليه أساسا للمحادثات وبشكل متوازن ليتم فيما بعض وضع آليات الحوار والخوض بتفاصيل كل سلة على حدة الجيش العربي السوري يستعد السيطرة على عدة بلدات في ريف حمى الشمالي ويكبد تنظيم جبهة النصرى والعصابات الإرهابية تابعة له خسائر كبيرة وذلك بالتزامن مع تقدم في ريف حلب على أكثر من جبهة التفاصيل في هذا التقرير العمليات التي ينفذها الجيش العربي السوري ضد أوكار الإرهابيين تسير بوتيرة متصاعدة ملحقة خسائر كبيرة في صفوف الإرهابيين وحدة من القوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة استعادت السيطرة على بلدات خطاب الشير المجدل سوبين زور جديد وتلة بيجو ورحبة خطاب بريف حمى الشمالي بعد تكبيد ما يسمى جبهة النصرى والعصابات الإرهابية التابعة لها خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد مصدر عسكري أشار إلى أن القوات العاملة في ريف حمى الشمالي تتابع عملياتها في مطاردة المجموعات الإرهابية على أكثر من اتجاه كما تقوم وحدات الهندسة بتفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون على طريق حمى محردة في ريف حمصة الشمالي وحدات من الجيش العربي السوري اشتبكت مع مجموعات إرهابية هاجمت قريتي أكراد الداثنية وقنية العاصي من اتجاه سنيسل وجوالك والمشاريع والقدرة فيما أكد مصدر عسكري إيقاع عشرة قتلى على الأقل بين صفوف إرهابي جبهة النصرى الذين هاجموا الأهالي في القريتين في عملية انتهت بأحباط الهجوم وتدمير عربات مزودة برشاشات ثقيلة ومتوسطة تتوالى تأكيدات الأوروبية التي تشير إلى دعم دول غربية وأخرى عربية لما تتعرض له سوريا من جرام وتخريب على يد التنظيمات الإرهابية وهو ما يشير إلى الازدواجية التي يتبعها الغرب في سياساته الخارجية ليس جديداً تورط كبرى الدول العربية والغربية وضلوعها في دعم الإرهاب لوجستياً ومادياً ومعنوياً وكذلك اعتراف حكومة دول أو مسؤولين غربيين بدعم الإرهابيين في سوريا بعد تكشف الحقائق ووضوح الصورة لديهم النائب التشيكي في البرلمان الأوروبي يارومير كوهلي تشيك أكد أن دولاً غربية وأخرى عربية تتحمل مسؤولية ما تتعرض له سوريا من جرائم وتخريب على يد التنظيمات الإرهابية على غرار ما جرى في العراق البرلماني الأوروبي وفي حديث له مع صحيفة تشيكية أقر بأن المجموعات الإرهابية في سوريا حظيت بالدعم التسليحي والمالي من النظامين السعودي والقطري إضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مشيراً بهذا الصدد إلى عثور الجيش العربي السوري على أسلحة وذخيرة من دول غربية بينها بريطانيا بعد تحريره الأحياء الشرقية لمدينة حلب من التنظيمات الإرهابية ولفت كوهلي تشيك إلى الازدواجية التي يتبعها الغرب بدعوته إجراء محاكمات دولية من دون تقديم أي أدلة في وقت لم يقدم إلى المحاكمة أي من قادة الوحدات العسكرية الأمريكية الذين تصرفوا بشكل بعيد جداً عن الإنسانية في العراق وقيامه بتمصي كل شيء على غرار ما جرى في يوغسلافيا السابقة أثناء قصف حلف شمال الأطلسي الناتو متابعون يرون أن المطلوب من هذه الدول إيقاف توريد الإرهابيين وتجميد أرصدة الأشخاص الذين يشتبهوا بضلوعهم في الإرهاب لتكافح بذلك الإرهاب بالفعل لا بالقول فقط لا تتوانى روسيا عن تقديم كل أشكال الدعم للشعب السوري حيث أطلقت برنامجاً خاصاً لإزالة الألغام والمتفجرات وتدريب العسكريين السوريين على إزالتها تنفذ القوات الروسية دوراً هاماً على صعيد تفكيك الألغام والأبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في مناطق عدة من سوريا الفريق يوري ساتيفيتسكي ذكر أن الروبوتات الروسية للكشف عن الألغام والأبوات الناسفة وإبطالها تبدأ أداء متميزاً في تنفيذ المهام الموكلة إليها في حلب وتدمر وأضاف أن الخبرة التي اكتسبناها في تدمر جعلتنا في حلب ندرك ضرورة استخدام الروبوتات والأجهزة في الكشف عن الألغام والأبوات الناسفة دون إقحام عسكريين في ذلك وتعريضهم للخطر مجمع الصناعات الحربية الروسية انخرط في النشاط المطلوب منه في هذا الاتجاه واستطاع تأمين المتطلبات من الأجهزة الروبوتية والمعدات اللازمة التي أظهرت تميزها في نزع الألغام من المناطق المغلقة التي يصعب الوصول إليها سيرجي ماتفكين خبير المركز الروسي لتفكيك الألغام أشهد في تعليق على نشاط الروبوتات في سوريا بثلاثة نماذج رئيسية منها هي سفيري سكاربي اوران ستة للاستشعار بالمتفجرات وإبطالها ذكر مركز حميم الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا أن الفرق التابع له وزعت في الساعات الأربع والعشرين الماضية ستة أطنان من المساعدات الإنسانية على المنكوبين في محافظة حلب مركز حميم أشار إلى أن طائرات الشحنة الروسية أنزلت للمحاصرين في محيط دير الزور واحدا وعشرين طنا من المساعدات تسلمتها الحكومة السورية من الأمم المتحدة وفي حلب وبحضور شعبي كبير تم تدشين النصب التذكري آمن بحلب أمام قلعة حلب في تجسيدا لصمود أهل المدينة بوجه الإرهاب وتحديهم والتفافهم حول الجيش السوري الذي أنجز الانتصار في حلب أنصر مضان هذه حلب عزيزي المشاهد أينما كنت صدق وآمن بتسكنها ينتعيشون بحياة أروع مجددا بعد دحر الجيش العربي السوري لإرهاب مئات الدول التي سقطت أمام قلعتها الشامخة جميع رهانتهم آمن بحلب هو النصب الذي أزاح عنه الستار اليوم أبناء حلب بحضور رسمي وشعبي مجسم بحجم 25 مترا مكعب لونه الذهبي يتعدى أن يكون إشارة فقط للذهب بل دلالات لعودة من هجر ليشاهد نفسه مجددا وهو يكدح ليعمر وطنه طبعا مثل ما شفنا اليوم الشباب السوري اللي وقف نفسه نفس الشباب السوري اللي وقف هون عام 2011 نفس الشباب السوري اللي وقف مع أبطال الجيش العربي السوري أيضا خلال الفترات الماضية الشباب السوري اليوم يؤكد رسالة أؤمن بحلب نؤمن بحلب نؤمن بسوريا نؤمن بقيادة سوريا نؤمن بكل الشباب السوري الذي تلمع بعينه بريق الحزن والفرح عند ذكر حلب وذكر سوريا اليوم الشباب يضع حجر الأساس بطريقته الخاصة إيمانا منه بالسلام إيمانا منه بالبناء إيمانا منه بالتحدي الذي قبله من خلال إعادة حلب أجمل من مكانات سوريا تتعافى من الإرهاب وتزابن مع انتصارات الجيش العربي السوري بكافة أراضي الجمهورية العربية السورية النصر إلى سوريا النصر للشعب السورية قامت هذه الفعلية اليوم من أمام قلة حلب الشامخة تحت شعار آمن بحلب ما هي إلا رسالة للعالم أجمع بأننا نحن السوريين مؤمنون بوطننا وبجيشنا البطل مشروع عملينه جيسي آي أليبو عملينه حتى نوصل للعالم أنه نحن من آمن بمدينتنا من آمن ببلدنا هالبلد اللي تحمل كتير بخصوصي بآخر فترة بهالأزمة فهو مثل نصب عملينه بالليفن أليبو لحتى يوصل للعالم نحن لسه بقيانين هالمدينة بقيانة أخضر مدينة مأهولة في التاريخ هي ما رح تموت وما رح يدمرها أي إرهاب نحن هلأ عم نثبت للوطن العربي والعالم وكل القمام اللي عم تصير حلب آمنة بيليفين أليبو حلب آمنة حلب رجعوا آمنة هذا الحجر لكم هذا الأرض لنا هاي الألعى لنا وما لا الأعداء الأعداء هنا عبارة عن مسرحية الأعداء عبارة عن لوحة رسم تنشأ تنكب بس نحن أصحاب أرض المشروع يعتبر من أحد وأهم وأكبر المشاريع التي تطلقها وزارة السياحة بمشاركة من الغرفة الفتية الدولية في سوريا ونادي السيارات واتحاد غرف السياحة حيث يهدف إلى تسليط الضوء على النقاط المضيئة في مدينة حلب وقدرة أهلها على التعافي وبأن هذه المدينة ستعود وتبنى رغم قساوة الإرهاب الذي شهدته آمن بحلب هي رسالة التي أطلقها أبناء هذه المدينة رسالة إلى كل العالم مفادها بأن هذه المدينة الشامخة والصابرة باتت آمنة ومطمئنة بفضل تضحيات الجيش العربي السوري وبطولاته أنصر رمضان الإخبارية السورية قلعة حلب ولمناقشة آخر التطورات ومعظم الألفات الرئيسية ينضم إلينا في الأستوديو الباحث في القانون الدولي والإنساني الأستاذ نعيم أخبيك حياك الله أستاذ نعيم أهلا وسهلا فيك دخول مشاهدي أستاذ نعيم انتهت الجولة الخامسة من محادثات جينيف الجعفري قال أنه لم يتم تحقيق التقدم الذي كنا نتوق إليه من يتحمل مسؤولية عدم التقدم في جينيف؟ ما هي الأسباب برأيك؟ يعني أن الأمور واضحة تماما يعني وفد الرياض بالذات يعتبر طريق جينية في طريق السياحة والسفر ولا يعنيهم بمفهوم الوطن اللي بنى الآباء والأجداد وحرروا من الاحتلال بدماءهم وبعرقهم لا يعنيهم من الوطن سوى استلام السلطة يعني هم إذا كانوا يتكلمون عن القرار 2254 ويقولون بأنهم ملتزمون بهذا القرار كما أثبتت الدولة السورية التزامها الكامل بهذا القرار فليقرأوا الفقرة السامنة وهي أن يطبق القرار 2249 بمكافحة الإرهاب هذا ما جاء بهذا القرار الذي يعتبر دستور لعملية جينيف بجولاتها كلها حتى الجولات القادمة لأن هذه الفقرة تنصب على أن الإرهاب يجب أن تتساعد الدول جميعها على قضاء على البؤر والأماكن التي الملاز الآمن الذي جعلت منها جبهة النصرة وداعش والكيانات والتنظيمات التابعة لها والمتفرقة عنها إذن عندما يكون وفد الجمهورية العربية السورية حريص على أن تثير السلال الأربعة سوية وخاصة سلة الإرهاب كيف تريد أن أنقل سلطة أو أن أقوم بحكومة وحدة وطنية أو حكومة موسعة لأن ما جاء في القرار ليس فقط بيان جينيف بل بياني فيينا كذلك أي قارئ للقرار 2254 بالفقرة الأولى منه يجد تماما بأن العملية السياسية هي أن تكون حكومة ذات مصداقية غير طائفية إذن النتيجة التي أرادها القرار الذي نتكلم عنه ونذهب إلى جينيف من أجله والتزاما به هو أن تكون هناك حكومة واسعة ذات مصداقية ليس المفهوم الذي ينطلق منه في بيان جينيف بـ 30 حزيران عام 2012 لأن بتنازع القوانين عندما يصدر مجموعة من القرارات طبعا هناك وحدة للقرارات الدولية لا يمكن أن أدرس قرار دون أدرس القرار الآخر إذن يجب أن أخذ مجموعة القرارات الدولية لتفاهم مع هذه الفئة التي تدعي بأنها عريقة بالمباحثات والمفاوضات والحوار نعم أستاذ نعيم ابقى معنا ننتقل مباشرة إلى جينيف ومفادة الإخبارية السورية رانا اسماعيل حياك الله رانا حياة ياد لك ولضيفك وللمشاهدين بنهاية هذه الجولة الجولة الخامسة رانا لو تطعين على أهم الأحداث ما الذي جرى في هذا اليوم اليوم الختامي لجينيف أهم النقاط التي تم تركيز عليها في المؤتمرات الصحفية التي تابعتها تفضل يا رانا منذ قليل فقط انتهى المؤتمر الصحفي لديمستورا حقيقة إياد أعلن فيه نهاية هذه الجولة من المفاوضات تحدث عن أو لخص ما جرى في هذه المفاوضات في هذه الجولة بدأ ديمستورا متفائلا حقيقة إياد في ختام هذه الجولة قال استكملنا اليوم هذه الجولة من المفاوضات تحدث عن مشاركة فعالة لكل الأطراف بهذه الجولة الكل كان من وجهة نظر ديمستورا على قدر المسؤولية من وجهة نظره تم تحقيق تقدم إلى حد ما في هذه العملية كل المدعويين ناقشوا مجموعة من القضايا بالتوازي أكد على أن الجاملية ناقش أسلات الأربع التي تم وضعها في ورقة اللورقة التي قدمها ديمستورا وأن تم إنكار ذلك من قبل البعض وهذا مفهوم بالنسبة لديمستورا بطبيعة الحال يكفي أنه لا انهيار في هذه الجولة من المفاوضات ولا انسحاب وهذا كان أشار له ديمستورا في مؤتمره الصحفية وهذا بطبيعة الحال من وجهة نظر ديمستورا يعد إنجاز لهذه الجولة من المفاوضات حقيقة إياد رأى بأنه هناك تقدم في جدول الأعمال ويجب بعدم التقليل من شأن ذلك إياد أيضا قال بأنه جميع المفاوضات بحاجة للتحضير والمناقشة كل عمليات المفاوضات الكبرى يحصل فيها ما يحصل هنا في جنيب في جنيب فيما يتعلق بين المحادثات السورية والسورية ويطلب من الجميع طبعا العمل على التقدم في هذه المفاوضات قال بأنه نقطة طبعا تحدث عن نقطة همة من وجهة نظره بأنه اليوم لم أو بهذه الجولة لم يكن الحديث عن الشكل وإنما كان هناك حديث في الجوهر وفي العمق إياد رأى أنه يجب العمل في إطار سياسي للوصول إلى حل سياسي وفق القرار 2254 تحدث عن نقاشات معمقة ومفيدة تحدث عن أنه تلقى مجموعة من الأوراق يبنى عليها أكد بأنه هذه الورقة التي قدمها التي تسمى باللاورقة هي ورقة الأمم المتحدة وليست ورقة أي أحد ولا يجب أن تكون بإسم أي أحد سوى وراء بإسم الأمم المتحدة قال بأنه هناك مجموعة من الأمور والترتيبات السياسية محيطة بما يجري في سوريا قال بأنه سيكون هناك اجتماع في بروكسيل أيضا تحدث عن اجتماع أستنى وأهمية هذا الاجتماع أكد بأنه اجتماع أستنى مهم جدا لتعزيز ما يجري في جينيف والمضيق قدما أيضا في جينيف وقال بأنه يجب على جميع الأطراف المعنية العمل على إنجاح مسار أستنى والأطراف الداعمة تركيا إيران وروسيا أن تعمل على إنجاح مسار أستنى لأنه جد مفيد حقيقة في التقدم في جينيف كان هذا أبرز أندقات التي تحدث عنها ديمستوريا بالنسبة لموعد الجولة القادمة قال ديمستوريا أياد بأنه سيعرض نتائج هذه الجولة على مجلس الأمن والأمين العام وبالتشاور سيتم تحديد موعد الجولة القادمة وسيتم الإعلان عنه لاحقا إياد أما بالنسبة لمصير ديمستوريا إن كان سيكمل أم أنه سينتهي دوره بهذا الملف بانتهاء هذا اليوم حيث من المقرر أو تنتهي اليوم حقيقة ينتهي تكليف ديمستوريا قال بأنه لم يجب بشكل قطعي عن هذا السؤال وقال بأنه هذا موضوع أيضا عند الأمين العام لكن حقيقة وعلى ما يبدو إياد وكما تلمسنا من طريق التعاطي ديمستوريا ومن كلام ديمستوريا بأنه ما يتم من تسريبات هو فعلا ربما سيكون هناك تمديد لديمستوريا هذا بما يتعلق بالمؤتمر الصحفي لديمستوريا قبلها وكان هناك مؤتمر الصحفي للجعفري تحدث عن مجموعة من النقاط الهامة تحدث عن حقيقة أنه تمت مناقشة السلات الأربع من قبل وفد الجمهورية العربية السورية بالإضافة إلى ورقة المبادئ الأساسية التي تركز أو تشكل ركيزة لهذه المحادثات قال بأنه قدم وفد الجمهورية العربية السورية مجموعة من الأوراق كان بانتظار الرد عليها من قبل الأطراف الأخرى والمنصات الأخرى لا رد انتهت هذه الجولة ولا يمكن هناك أي رد من قبلها حقيقة إياد على الأوراق التي قدمها وفد الجمهورية العربية السورية ما يؤكد أن هذه الوفود ووفد معارضة الرياضة تحديدا لازلت في إطار المرهقة السياسية وعدم الإدراك السياسي حقيقة إياد قال بأنهم لازلوا منتظرين أوامر مشغليهم في كثير من الأمور أيضا وفد الجمهورية العربية السورية لم يعلن أي موعد قادم للجولة القادمة من جينيف تحدث أيضا دكتور بشار الجعفري على أهمية مسار أستنى وضرورة إنجاح مسار أستنى أيضا كقاعدة لإنجاح الجولة القادمة من جينيف قال وأكد بأن الشعب السوري هو فقط من يستطيع أن يقرر مصيره سلة الإرهاب مهمة وركزوا عليها وأيضا موضوع المخطوف رانا بالعودة لما تحدث به السيد استيفان ديمستورا قلت بأنه متفال من خلال مراقبتك لأحداث الجولة الخامسة على ماذا يبني التفاول السيد استيفان ديمستورا كما قلت يابني تفاول السيد استيفان ديمستورا من البداية أنه لم يكن هناك أي انسحاب من هذه الجولة لم يكن هناك انهيار من وجهة نظره الجميع من وجهة نظر أيضا ديمستورا وكما قال تفاعلوا مع الورقة المسمات باللاورقة التي قدمها ديمستورا قال بأنه تم الحديث في الجوهر وصف هذه المحادثات بالعميقة وقال بأنه يجب عدم التقليل من أهميتها هذا بالنسبة لديمستورا حقيقة إنجاز حتى هذه اللحظة في هذه الجولة ويبنى عليه ليكون متفائل على الأقل من وجهة نظر ديمستورا شكرا رانا اسماعيل موفدة الإخبارية السورية إلى جنيف على كل هذه المعلومات شكرا رانا أعود إليك أستاذ نعيم هل فقط عدم الانسحاب هو نجاح بالنسبة لسيد استيفان ديمستورا؟ هذا هو الإنجاز؟ الضحك على وجه ديمستورا تنتهي مهمته فهو لا يمكن أن يصرح إلا بمثل هذا الكلام بأن جهوده لم تذهب عبسا كما يقول يعني هل ربما يجدد له ربما يعين مبعوث خاص للأمم المتحدة للملف السوري؟ أنا لا أتوقع منه إلا هذا الكلام يعني شاهدناه في الجولات السابقة بنفس الكلام هل يعني هؤلاء لماذا ينسحبون؟ إذا كانوا اعتبروا هذا الطريق هو للسياحة إذا كان مموليهم يدفعون لهم من أجل القدوم إلى جنيف يعني أنا دائما أسأل من يدفع لهم سمان بطاقات الطائرة؟ والإقامة والطعام والشرام من يعطيهم مئة ألف دولار على كل جولة من الجولات كل فرد فيهم إذن مموليهم هم اللي يعطوهم التعليمات إذلك إذا لم ينسحبوا حتى يظهروا بأنهم هون أيضا عندهم رغبة بالحوار وبالنقاش لكن نحن شاهدنا أنه أوراق العمل اللي عم يقدموها إلى الآن أوراق لا تثبت الجدية ما زالوا يريدون السلطة فقط أعطونا السلطة ونتناقش في كل شيء بعد ذلك الشعب السوري يسأل اليوم يعني أنا كمواطن سوري أسألهم ماذا قدمتم لسوريا في السنوات الستة اللي مضيت؟ أنتم تدعون بأنكم تبحثون عن الحل السياسي مضى ست سنوات خير الغراب والتدمير وتدمير التحتية وأهم شيء وأغلى شيء هو الإنسان يعني الإنسان هذا الإنسان اللي استشهد في سوريا أو الإنسان اللي تشرد وتشنطط أنا هذا السؤال بسألوني يا شو قدمته؟ لسه بعدكم مصررين على استلام السلطة طب يا أخي السلطة نحن بتعوه على انتخابات وإذا كان في عندكم برامج وجديرين ما حدا بيوقفوا بشكون لكن الأهم سوريا سوريا أمانة بأيدينا من آبائنا وأجدادنا بنوها ممستعدين مفرد فيها وصمام الأمان هو الجيش العربي السوري سيبقى الجيش العربي السوري هو صمام الأمان لكل المخططات الدول الداعمة والراعية والممولة كل شكر لك الأستاذ نعيم آقبيق الباحث في القانون الدولي والإنساني شكرا لك حياك الله شكرا شكرا لك شكرا لك في ذكرى يوم الأرض مسيرة جماهرية تضامنية شهدتها دمشق نظمتها مؤسسة القدس الدولية فرع سوريا واللجنة الشعبية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني والقوى والفصائل والهيئات والفعاليات السورية والفلسطينية فلسطين وجهتنا والمقاومة نهجنا شعار ارتفع في شوارع دمشق في ذكرى يوم الأرض وذلك ضمن مسيرة جماهرية نظمتها القوى والهيئات والفعاليات الفلسطينية واللجنة الشعبية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني المشاركون أكدوا أن المقاومة هي السبيل لاسترجاع الأرض والحقوق ومواجهة المؤامرات والمخططات الاستعمارية في قلعة العروبة سوريا التي تعرضت إلى أضخم وأكبر مؤامرة في التاريخ الحديث هذه المؤامرة التي بدأت تباشير هزيمتها من أولئك التكفيريين وداعمهم ومموليهم هؤلاء الذين يشكلون الوجه الآخر للعدو الصهيوني هؤلاء الذين يريدون أن يطمسوا حق فلسطين في فلسطين حق الشعب الفلسطيني هؤلاء الذين يريدون تصفية القضية الفلسطينية لا سمح الله لو غابت سوريا في هذا اليوم يؤكد ارتباطه بالأرض العربية بالأرض الفلسطينية بهذا الدور القومي الذي تجسده جماهير شعبنا السوري والفلسطيني في المخيمات والذي تجسده أبناء متن العربية الذين شاركونا في هذه المسيرة إن هذا الموقف القومي الذي يجسده الرئيس الشجاع بشار الأسد في ذكرى يوم الأرض نؤكد أننا سنبقى أوفياء نحن كفلسطينيين نحن نهجنا المقاوم ووجدنا فلسطين وسنبقى إلى فلسطين سائرين وسيتحرر الجولان بإذن الله والرسالة التي ترسل إلى السيد الرئيس بشار الأسد لنقول أن الشعب العربي وراءك طالما أنت مقاوم فنحن وراءك وسنستمر في المقاومة إلى تحرير كامل أرضنا المحتلة وفي ختام المسيرة أصدر المشاركون بيانا أكدوا فيه حتمية انتصار الشعب الفلسطيني على المشروع الصهيوني المحافظة على الأرض والأوطان والحقوق الفلسطينية وهو الحقوق لن يأتي بالمفاوضات العبثية ولا بالخلوع للأعداء لأن هذا العدو العنصري الاستيطاني لن ينسحب على أي شبرة واحدة من الأرض الفلسطينية والعربية إلا عبر التصدي والمواجهة والمقاومة والإدفاظة الاحتفال بذكرى يوم الأرض يتزامن مع المؤامرة التي تستهدف الشعبين السوري والفلسطيني الصامدين في وجه عدو واحد يهدف للقضاء على محور المقاومة في الوطن العربي ولكن صاحب الحق لا يقهر وحتما النصر قادم الفلسطينيون وفاءهم لأرضهم ووطنهم في ذكرى يوم الأرض يتعهدون بمواصلة الكفاح والنضال ضد الكيان الإسرائيلية المحتل نجلس عزار في ذكرى يوم الأرض الخالد يجدد الفلسطينيون وفاءهم لأرضهم ووطنهم مواصلين مسيرتهم النضالية التي عمدت تراب هذا الوطن بدمائهم ودماء أبنائهم يوم الأرض هو يوم نضال وكفاح ولكن هو أيضا له مغزق خاص لأنه يوم وحده يوحد الفلسطينيين رأينا أهلنا في غزة أيضا يتظاهرون نحن نتحدث عن يوم أعادة وحيد الشعب الفلسطيني الذي جزأه الاحتلال ونظام الأبرتايد وبالتالي يوم الأرض يصبح نضالا ليس فقط من أجل الحفاظ على أرضنا بل من أجل إسقاط نظام الأبرتايد والتمييز العنصري والاحتلال الصهيوني هنا في بلدة لمغير إلى الشمال الشرقي من مدينة رامالله أحيى الفلسطينيون هذه الذكرى مقيمين صلاة الجمعة على أراضي البلدة المهددة بالمصادرة لصالح بؤرة استيطانية جديدة متحدين الاحتلال ومستوطنه جمهير شعبنا فلسطيني التي تخرج للدفاع عن الأرض وترفض اقتلاعها ومصادرة هذه الأراضي وبناء وتوسيع الاستيطاني من خبال حكومة الاحتلال التي تتعتقد أنها استحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة وعاصمتها القدس من خلال جرائمها المتوسط للشعب الفلسطيني ما بنفرط في أي شبر فيها لو على دمنا ولو عرواحنا لو متنا جميعنا بل ما إلى أرض ما إلى عرض شايف هذه أرضنا ما بنفرط فيها لو جميعنا بننا ندفع إحياء هذه الذكرى لواحد واربعين عاما يجسد الصمود الفلسطيني والدفاع عن الجذور وبقائها في هذه الأرض المحتلة في كل مرة يحيي الفلسطينيون ذكرى يوم الأرض يؤكدون على تشبثهم بأرضهم واستمرار مقاومتهم لمحتلهم فمهما طال الظلم حتما سيبزغ فجر النصر للإخبارية السورية جريس عزار فلسطين المحتلة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس يؤكد خلال لقائه مع أسرة غرفة صناعة دمشق وارفيها على أن أبواب الحكومة مشرعة لتلقي كافة الرؤى والمقترحات التي تصب في خدمة العملية الانتاجية الصناعية مبينا أن لدى الحكومة قائمة كبيرة من التسهيلات للصناعيين الراغبين بالعودة إلى ممارسة نشاطهم الصناعي سراب الحوى أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال اللقاء الرابع له مع أسرة غرفة صناعة دمشق وارفيها إلى أن الهدف الرئيس من هذه اللقاءات النوعية هو تطوير العمل والارتقاء به إلى المصاف التي كانت عليه ما قبل المؤامر الكونية التي تتعرض لها البلاد مشيرا إلى أن أبواب الحكومة مشرعة على مصرعها لتلقي كافة الرؤى والمقترحات التي تصب في خدمة العملية الإنتاجية الصناعية وترحيها على طاولة النقاش للخروج بالقرارات والتوصيات اللازمة التي من شأنها دفع العملية الإنتاجية قدما إلى الأمام سواء أكان الأمر يتعلق باتخاذ قرارات جديدة أو إدخال تعديلات أو تسهيل وتبسيط إجراءات المهندس عماد خميس بيّن أن كل القوانين التي لها سمة أو طابع الاحتكار والتي تتعارض وبشكل مباشر مع المصلحة العامة للاقتصاد الوطني السورية ولت إلى غير رجعة مؤكدا أن الدعم سيشمل الجميع دون استثناء وسيطال كل قطاع من القطاعات الرغبة وبشكل حقيقي بالتحرك المباشر والسريع باتجاه الدخول في العملية الإنتاجية من خلال البرامج والاستراتيجيات التنفيذية على أرض الواقع قدينا لتبادل الأفكار ولزيادة الاستثمارات ورأينا أن السيد رئيس مجلس الوزراء بتوجيهات من السيد الرئيس بشار الأسد يتطلع بعين كريمة إلى القطاع الخاص وخاصة القطاع الصناعي وتوجيهاته بأن يكون هناك استثمارات جديدة المهندس عماد خميس أشار إلى أن لدى الحكومة قائمة كبيرة من التسهيلات للصناعيين الراغبين بالعودة القريبة إلى ممارسة نشاطهم الصناعية في أي من المدن الصناعية فضلون وتل كرد على سبيل المثال مؤكداً المعالج القريبة لملفات تأمين المحروقات والكهرباء والسيراد خطوط الإنتاج والمعامل المستعملة والقطاع التبديلية وغيرها المعامل شغالة، دورة الإنتاج شغالة عمنا طالب نحن لحتى نكون أفضل وأحسن هذا حقنا الطبيعي وسوريا دائماً كانت قوية وتصدر لمعظم الدول العالم وما زالت عبد الصدر الحمد لله نحن لدينا رقم مهين أبداً عملنا أحصاء عليه بغرفة الصناعة دمشق وريفها 50 مليار دولار المهندس عماد خميس أنوها إلى أن الحكومة لن تتساهل على الإطلاق في ملف القروض المتعثرة باعتباره حقاً من حقوق الدولة مشيراً إلى أن العملية التنموية وإعادة العجلة الإنتاجية إلى سكتها الصحيحة تحتاج إلى تضافر جهود كل صناعي وتاجر ومصدر وفلاح ومواطن عربي سوري حريصاً على قوة وصموذ ومقاومة الدولة السورية في وجه الإرهاب التكفيرية السوريون يوزحون الستارة عن نصب تذكاري بعنوان آمن بحلب هاشتاك هذه الليلة الرئيسية انتهت إلى العنوة الجعفر يقول في ختام الجولة الخامسة من محادثات جينيف أننا أكملنا بكل الجدية والإحساس بالمسؤولية هذه الجولة لكن لم يتم تحقيق التقدم الذي كنا نتوق إليه الجيش يستعيد السيطرة على بلدات بريف حما الشمالي ويكبد إرهابيين نصر والعصابات التابعة لها خسائر كبيرة دول غربية تواصل دعم الإرهاب في سوريا وتتحدث عن مواجهته إلى اللقاء اشتركوا في القناة